اموال طائلة تواصل السلطات القطرية ضخها للتغطية على فضائحها المرتبطة بملف استضافة مونديال 2022 نعم تقابل هذه الفضائح ردود فعل شعبية قطرية ساخطة بسبب تبديد اموال الدولة في سلوكيات لا اخلاقية وجلب افكار بعيدة عن عادات وتقاليد المجتمع مع اقتراب موعد الحلم الهش تضيق النفوس شيئا فشيئا بعد ان سلب حلم الدولة منام الرعاية عبر تقليص مكاسبهم لدفع فواتير عثراتها الاخلاقية هذا المشروع الكروي المثير للجدل تقابله اليوم ردود افعال قطرية ساخطة خصوصا بعد توالف فضائحه وفضائعه امام المجتمع القطري لطالما كانت تلك الفضائح حديث وسائل الاعلام الدولية حتى جاءت تلك اللحظة الصادمة حينما اعترف رئيس اتحاد الفيفا السابق بما اسماه بالخطأ الكبير وهو تسليم الدوحة ملف منديال 2022 هذا الخطأ الكبير الذي تعلق به الحكومة القطرية امالها بان يتم بسلام دون حرج دولي او رفض شعبي لا تزال تشبه ذات المعضلات الاخلاقية وعلى ما يبدو ان خطة السلطات لم تعد بذات الاحكام كما كانت عليه قبل عشر سنوات حينما كانت الرشاوة سيدة الموقف وجالبة الحظ الكروي الكبير من خلف الكواليس بشتى الطرق تحاول السلطات تجميل فضائحها امام شعبها لكن النتيجة لا تبدو سارة على ما يبدو تلك ما بيانته المواقف الشعبية المتواترة الرافضة لعملية التحول الجلدي التي تجريها الدوحة على عادات المجتمعي وتقاليده انا اتمنى اتمنى صاحب هالفكرة انه يتحاسب يتحاسب من اللجنة ويتحاسب من الدولة بعد لانا ميب هذي عادتنا التقاليد اندخل الغريب عند الشفاة كذلك هو الحال بالنسبة لجمهور الخارج لم تتوقف محاولات الاستمال والاستقطاب والاقناع التي تتودد الدوحة عبرها لتحسين صورتها الحقوقية ومع كل تلك المحاولات تخرج من عتمة الليل اصوات البطون الجائعة المقموعة والمقهورة اصوات ضحايا منشآت الحلم الهش وهم ينادون بحقوقهم الضائعة المسلوبة تأتي بطولات كأس العالم في كل اربعة عوام وتسبقها رسائلها الانسانية ودعوات السلام والتعايش وفي نسخة الدوحة تبعثرت تلك الرسائل قبل ان تحطر حالها في ارض الخطايا فعن اي رسالة سلام تتحدثون وفيكم المعتقل والمظلوم وعن اي حرية وحقوق تتشدغون وانتم لا تتحملون حقيقة انفسكم حتى وان كانت باللغة النرويجية ترجمة نانسي قنقر